شباب التجربة الثالثة برمج للحاسوب اللي هي الإكسبرشنز بالمطلب الإكسبرشنز هي شنية هي إما تكون variable إما تكون أرقام إما تكون operator أو function بالنسبة لل للأوبرايترز هو راح يكون الجزء الرئيسي بهذه التجربة أو راح يكون 80% أوبرايترز و 20% فانكشنز شنو الأوبرايتر شنو الفانكشن إذا نجي على البيدياف اللي حاطنا يا الدكتور راح نلقي عدنا هاي ثلاثة ثلاثة حاطنا بيها الأوبرايترز هاي الأوبرايتر شو كنت تستخدمها تستخدمها بالمعادلة يجيب لك مثلا فدمسألة رياضية وهاي المسألة حاط لك فدمعادلة مثلا على سبيل المثال X تربيع زائد كوساين لأكس فأنت شون تقدر تكتبها حتى البرنامج يفهم هاي المعادلة يعني علامة الزائد راح تستخدم الأوبرايتر مالته هذا الرمز تكتبه بالكيبورد برنامج راح يفتهم انه هنا انت عندك زاد نفس الشي بالنسبة لل بس خلي أوكي نفس الشي بالنسبة مثلا للطرح أو الضرب بالنسبة للمعادلة العادية هناك كاتب يعني ضرب ما المصفوفة بس نقدر نستخدمها بالمعادلة العادية هم يعني هو خاص بالمصفوفات من التسكو عندك رأي مسكونة مثلا ثلاثة في ثلاثة أو أربعة في أربعة أو وتبه هذا هنال العلامة مالأس وذني مالتقسيم هسا راح اتطرق لها همينا بالإكسرسايز اللي حاطنا ياهن بالتجربة الفانكشنز اللي موجودة عندنا الفانكشنز هنا هذاني إذا واحد يجي يبقى على الفانكشن بغض النظر عن الشرح مالته ها الديسكريبشن مالفانكشن كل فانكشن من هذاني هو متكون من عدة حروف ثلاثة حروف أو أربعة أو خمسة بس هذا الرمز هو أصلا من واحد يجي يقراه راح يلقاء اختصار للمهمة اللي راح يسويها يعني هسا مثلا هذا الأي بي اس راح يطلع عندنا قيمة نهائية مع المعادلة اللي يكون بيها عدد مركب اللي بيها يكون جزء حقيقي وجزء خيالي نفس الشيء مثلا هاي أي كوساين من نشوف عندك أي بالمناسبة إذا كوساين عادية معناها راي طالع لك الكوساين نفس الشيء بالنسبة للساين نفس الشيء بالنسبة للتان همي أنا فهذه الأوامر واحد يقدر يطلع عليها بس المهم اللي بيهن اللي أنا راح يشرح لكم ياه كل واحد والفائدة مالتا شنوان واللي موجودات بهذه التجربة هذا السيل السيل هذا شنو الفائدة مالتا السيل راح يسوي لي إذا يكون عندي عدد موجب بي بوينتات ايش تقول هذا بسوية العدالة بيها بوينتات على سبيل المثال مثلا واحد بوينت ثلاثة يوشف 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 يسجل الشاشة حسنا ليس بالميت يستخدم برنامج خارجي حسنا هذا السيل ما راح يسوي العدد اللي يكون بي بوينتات مثلا سنقول واحد بوينت ثلاثة واحد بوينت أربعة راح يصعد إلى أقرب عدد موجب إليه دائما يصعد ما ينزل يعني إذا كتب له واحد بوينت واحد سيل مال واحد بوينت واحد راح يطالع اثنين إذا كتب له سيل مال واحد بوينت نسعة هم راح يطالع اثنين فبكل الأحوال راح يصعد إلى أقرب عدد موجب إليه هذا ما يشتغل ويالعداد السالب عدنا هنا الفكس الفكس شنو في أدماته الفكس هم ينا يتعامل ويأرقام اللي بيها بوينت بس كل اللي يسويها هو يطير الوينت مثلا شن إذا أقول له فكس للواحد بوينت اثنين راح يطير لي بوينت اثنين راح يبقي بس الواحد فكس مثلا عشرة بوينت تسعة راح يطير لي بوينت تسعة راح يبقي لي بس العشرة هذا هنا عدنا الفلور الفلور هو بالضبط نفس مهمة السيل اللي شرحناها انه يصعد العدد إلى أقرب انتجر بالنسبة إليه إلى أقرب رقم بس هذا يتعامل ويأرقام السالبة بس ويأرقام السالبة السيل احنا اتفقنا يتعامل ويأرقام موجبة الفلور يتعامل ويأرقام السالبة يعني هسه بالسيل ما قدر اقول له مثلا سيل على سبيل المثال السالب واحد بوينت تسعة ما راح البرنامج ما راح ينفذ ليه وبالاصدارات الحديثة ما الماتلاب راح يقول لك انه جاء تقصد تريد تنطي أمر فلور فالفلور يتعامل ويأرقام السالبة نفس فائدة سيل بالضبط فمثلا اذا بالفلور اقول لي واحد بوينت واحد يعني سالب واحد بوينت واحد عفو فمباشرة راح يتعامل سالب اثنين عدنا هذا الراوند هم يعني مهم الراوند هم يعني يتعامل ويأرقام اللي تكون بها بس هذا شا يسوي هذا راح يقرب ليه الى اقرب عدد إذا وطبعا هذا يشتغل بالسالب والموجب هم يعني مثلا اذا اقول راوند واحد بوينت خمسة راح يطالع ليها اثنين احنا نعرف بالرياضيات واحد بوينت خمسة من نقربها اقرب رقم صحيح عليها واقرب عدد صحيح عليها هو الاثنين بس راوند واحد بوينت اربعة راح يرجع ليها الواحد لان الواحد هو اقرب من الاثنين بالنسبة الواحد بوينت اربعة او مثلا اذا اقول له واحد بوينت تسعة واربعين همين راح ينطين اياها واحد فبالضبط كأنما انا جادة اقرب هذا العدد بعملية رياضية وهذا يشتغل ويسالب والموجب ما عندها مشكلة هاي هنا اكو الاشياء الكونستانت اللي عندنا المهم اللي بيها هو الباي الباي والآي والجي الآي والجي شنه هنا الآي والجي هي تتعامل ويالجزء التخيلي من العدد المركب اما آي اما جي حسب السؤال بلا سئلة بالغالب يجيبها جي ما يجيبها آي يعني كبرنامج ما تلاب واحد يستخدم بحرف الباي بالمناسبة الباي تنكسب هاي الطريقة بي اي تكتبها بي اي البرنامج رح يفتهمها انو انت عندك بهذا المكان تحديدا هو باي فنجي على الاكسرسايز اللي هو التقرير مال هاي التجربة رح احل لكم ياها نقطة نقطة كلية ما رح اترك ولا اي نقطة ما احلها بس قبل ما احلها رح اشرح لكم كل نقطة شنه المطلوب بيه حتى واحد يعني تكون عنده فكرة عن الموضوع هسا هنان بالنقطة الاولى جاي يقول اكتب برنامج بالماتلاب يحسب المعادلات اللي اللي موجودة زين هسا اذا نجي عن النقطة الاولى شنه المعادلة منطينيها منطيني المعادلة جاي يقولي زت تساوي تحت الجذر تربيعي خمسة اكس تربيع زائد واي تربيع بس شنه منطيني هنا منطيني فد مساعدة منطيني القيمة ما الاكس منطيني القيمة ما الاي دائما بالمعادلات الرياضية بالماتلاب اي قيمة معلومة عندك قبل تعرفها بالبرنامج فاحنا هنا هسا اول شغلة رح نسويها لازم نعرف الاكس ولازم نعرف الاي يلا نجي نطبق هاي المعادلة فنجي نعرفها بالبرنامج نقول له كل بساطة اكس تساوي 2 واي تساوي 4 اقدر اقول له هاي شي بهاي الطريقة خلي ببينتهم هاي الفارزة واقدر اكتبها واحد يعني مثلا اقول له اكس تساوي 2 وارجع اقول له واي تساوي 4 ثانية صحيحات واقدر شون اقول له اقدر اقول له اكس تساوي 2 فارزة واخلي فارزة منقوطة فارزة منقوطة شو سوي ما رح يعني اطلع لي كل النتائج بس رح تطيني اول نتيجة او اذا اريد كل تنماء اطلع حن اش رح اقول له بهاي الطريقة اقول له اكس تساوي 2 خليها فارزة منقوطة خلي فارزة عادية اقول له واي تساوي 4 واخلي فارزة منقوطة قبل اعرف ليها البرنامج اعرف ليها البرنامج بدون ما يطلع لي النتائج مالة مباشرة هاي حتى يعني اختصر مثلا بالكوماند ويندو مصر عندي كوماند ويندو ماتي بها فسنرجع المعادلة نشوف المعادلة ماتنا شنوه اول شغلا منطينيها مسمي ليها المعادلة زت فاني قبل مباشرة اجي اقول زت تساوي هس هاي المعادلة المعادلة شون راح شون راح اكتبها عندنا جذر تربيعي اذا نرجع على ال Operators نباوع انه الجذر التربيعي هو الرمز ماته SQRT SQRT لل X هاي الاكس الموجودة بين قوس هاي اكتب بها كل المعادلة الموجودة داخل الجذر التربيعي فسن راح اجي اطبقها بالبرنامج شون راح اطبقها اول شغلا راح اقول له SQRT افتح قوس و اسد قوس بس بداخل هذا القوس ش راح اكتب بداخل هذا القوس راح اكتب هاي المعادلة كليته اللي هي 5X تربيع زاد Y تربيع اذا نلاحظ ناعدنا 5X تربيع هاي شنو معناها؟ معناها 5 في X تربيع فشون راح اكتب ببرنامج بهاي الطريقة اقول له 5 خلي علامة الضرب اقول له X التربيع شون راح اكتبه اتفقنا ان هاي العلامة ما الوس فاخليها 2 يعني يكون مرفوع القوة 2 اذا اخليها 3 مرفوع القوة 3 فبما انه بالمعادلة منطين ياها تربيع فبهذا الشكل اكتبها اشوف المعادلة شنو بعد بيها جالي يقولي زائد Y تربيع فمباشرة اقول له زائد العلامة ما تزائد خليه وهمي نكررها Y مرفوع القوة 2 وها هي انتهت اذا دوس لأنتر نطاني الآتفوت موال Z اذا الآتفوت موال هاي المعادلة هو راح يكون 6 في حال اذا كانت X تساوي 2 وال Y تساوي 4 اذا نحلها بالورقة والقلم نتيجة راح تطلع عندنا 6 مباشرة بالماطلب جاء طبقتها نطاني النتيجة بسرعة بدون ما واحد يفكر بها نجي للنقطة الثانية النقطة الثانية جاء يقولنا Z تساوي 4 كوا ساين ال X زائد اتفقنا انه من يكون عندنا جزء تخيلي قلنا راح يعوض عنه اما بال I اما بال J فهنا عوضلنا بال J J6 ساين ال X ومنطينا فد تلميح قلنا X تساوي pi على 4 اتفقنا دائما كل شي معلوم عندنا نعرفه بالبرنامج حتى البرنامج يعرف هذا شنون حتى من اكتب له معادلة مباشرة راح يجيطبق لها هس اذا نلاحظ الكوا ساين عندنا معلومة البرنامج يعرف القيمة ما ال 4 في كوا ساين ويعرف القيمة ما J6 في ساين همين بس ما يعرف قيمة X فانا مباشرة بس اعرف للقيمة ما ال X وطبق المعادلة ما عندي شيء فاول شغلة اقول له X تساوي pi على 4 pi تنكتب pi بالبرنامج من راح دوس لانتر قبل انطان القيمة ما pi على 4 اذا هسا هاي القيمة ما ال X اللي موجودة عندنا نجي نشوف المعادلة كيف سمينا ياها سمينا ياها Z فهمنا استخدمها اقول له Z تساوي اباوع شنو عندي بالمعادلة 4 كوا ساين X يعني معناها 4 في كوا ساين X وراها شنو منطينا عندنا جاي قلنا زائد J6 ساين X زائد J في 6 لان معنا احنا كلنا نعرف منكو فراغ بين بين حرف وحرف بالمسألة الرياضية معناها هاي علامة الضرب بيناتهم فراحصير عندنا J في 6 ساين ال X اذا همينا phi ساين ال X ال X قيمة مالتها فمجرد ما دوس لانتق راح ينطيني القيمة اذا لاحظ هنا طلع لي جزء حقيقي و جزء خيالي من المعادلة فهي بها يعني جزء جزء تخيلي لان هذا عدد مركب النتيجة تطلع عدد مركب جزء هسا انتهينا من النقطة الثانية نحاول على النقطة الثالثة نشوف شكو بيها نقطة الثالثة جعلنا بلنا Z تساوي ثلاثة ساين X زاد أربعة كو ساين X زاد ثلاثة exponential Y هنا هنان شو راح نتعامل ويانا Exponential هو اختصار ماتة اذا نرجع على Operators الاختصار ماتة هو EXP هذا هذا الاختصار ماتة بين قوسيا للأكس نعرف دائما الإكسفونينشل دائما هو مرفوع الأس فاللي راح يكون موجود داخل هذان القوسيا هو الأس مالته فإذا نلاحظ إحنا هنا شنو موجود عندنا إحنا موجود عندنا مرفوع الأس Y فلازم نعرف القيمة ما الواي منطينا ياها والقيمة ما الأكس هم منطينا ياها فإذا نفس النقطة الأولى راح نعرف الأكس والواي ورح نجي نطبق هذه المعادلة نكتبها ونشوف شنو النتيجة مالتها اللي راح تطلع فأول شي نعرف قيمة الأكس الأكس عدنا تساوي العفو باي على ثلاثة باي تنكتب هاي الطريقة هاي باي على ثلاثة والواي عدنا تساوي أعتقد اثنين أي واي تساوي ثنين حسن ذنيني هاتنا نعرف وتن أجي على الزت معادلة مالتنا الزت شنو عدنا بيها عدنا بيها ثلاثة ساين للأكس إذن راح تصير عدنا ثلاثة في ساين الأكس زاد أربعة كوساين الأكس أربعة في كوساين الأكس زاد هذا الجزء عدنا الثلاثة في إكسبونينشل والواي فمباشرة انا اقول له ثلاثة في إي أكس بي بين قوسيان والواي باي الطريقة تفقدنا انه دائما اللي بين قوسيان بالنسبة للإكسبونينشل هو راح يكون الأس اللي مرفوع على الإكسبونينشل فأنا منطي القيمة بالواي يعرفها البرنامج القيمة بالواي فمباشرة ما راح دوس لأنت راح يطلع لي هذا الأوتوت مالتنا هذا الحل مال هاي المعادلة في حال إذا الأكس شانا تساوي باي على ثلاثة والواي تساوي اثنين مزيح أسلا ننتقل للنقطة الرابعة النقطة الرابعة بصراحة ما أعتقد الدكتور شرحها أو ركز عليها لأن مش نتموجود بالميتة ومش نتمركز كلش بالميتة مال محاضر النقطة الرابعة هي بسيطة بصراحة جاعد يقول لنا وي تساوي ساين الأكس على أكس بس من ضينا القيمة مال وي جاعد يقول لنا الصفر العفو الأكس هي أصغر أو تساوي ثين باي والصفر هو يكون يعني أكبر أو بالحقيقة أصغر من الأكس يعني إذن الأكس هي بين الصفر وبين الثين باي هذا الجزء بالتحديد أنا شون راح أعرفه بالبرنامج أقفض طاعدة ذهبية بالماتلاب من يكون عندك يسموها الأل اي أو الجي اي شنو الأل اي شنو جي اي الأل اي من راح يكون عندك لس دان لس دان أور إكول تو فد عدد معين والجي اي همينه غريتر ذان أور إكول تو عدد معين فبهاي الحالة نحن عندنا حالة الأل اي بالحالة أنت راح تطبق نفس الكود هو البرنامج راح يعرفه راح يعرفه من خلال المعادلة طبعا الكود مالتنا شنو يقول هذا ينحفظ يعني أنا بصراحة دورت بالتجربة كلية البي دي اف أو البرزنتيشنات اللي نزلها ما شفت ما شفت هي الشي نهاية فهذا شن شن راح نقدر راح نحل أو شن راح نعرف بهاي الحالة قيمة مال اكس هنا احنا ما راح يحتاج نعرف قيمة مال اكس وباشرة أقول لي بما أنه هنا اللي منطينا يريد يعرف يعني نعرفه هي ال اكس فرح أقول لي اس واي ام اس اكس مسافة يعني اكس هاي دائما دائما أستخدمها الاس واي ام اس اذا واي اخلي واي اذا زت اخلي زت بغض النظر عن هو شنو يكون بعدها راح أكتب المعادلة مالتي نفس ما هي بالضبط هنانا المعادلة جاعد يقول لي واي تساوي سين ال اكس على اكس فاكتب له واي تساوي سين ال اكس على اكس بس قبل ما أدوس لأنتر قبل ما أنتقل على الخطوة اللي وراها أنا لازم شاكل اقول له مارتين تساوي صفر هاي شنو معناها معناها انو انو انت عندك الواي هي راح تكون اكبر او اصغر من الصفر البرنامج هو مباشرة راح يقدر يعرفها فالخطوة اللي وراها شنو راح تكون عدنا خطوة اللي وراها راح تكون عدنا solve بين قوسيا الحرف مع المعادلة حسنا مثلا هما منطق اياها z على سبيل المثال هنا ما منطق اياها y خلينا نقول منطق اياها z فانت راح تقول لها هنا من راح تعرف معرفتها z راح تقول solve z solve العفول z حسنا هنا معرف فيها و فرح اقول solve y وسد القوس بمجر المادوس انتر راح يطلع لنتيجة مالتا بما انه هنا لش دائما اقول لك تكتب المعادلة لان من خلال المعادلة هو راح يعرف القيمة مع x لان هسا لان ما دام عندنا sign معناها عندنا زوايا معناها عندنا pi و زوايا 90 تطلع 180 فمجرد ما دوسنا enter النتيجة طلعت هي pi النتيجة مع هذا system أو هال معادلة هو pi pi هي أكبر من الصفر وبنفس الوقت أصغر من thi pi فإذا هذا الحل ما دنا صحيح أو هاي النتيجة صحيحة دائما وأبدا من يجيك سؤال أصغر أو يساوي هال قد أكبر أو يساوي هال قد اتطبق بهذه الطريقة سطر الأول ماتك راح يكون SY MS تنطي المتغير أو الحرف اللي هو مطلوب عندك هنا بهذه الحالة هو مطلوب من عندنا X بعدها تكتب المعادلة نفس ما هي اللي منطي يا منطي Y تساوي sin X على X بعدها مرتين تساوي 0 طبعا بالمناسب الفارزة المنقوطة هاي هنا مو أساسية يعني هس إذا أحلها بدون فارزة منقوطة راح تشتغل ما ما كو أي مشكلة بعدها الخطوة الثالثة والسطر الثالث تقول solve بينقوسيا الحرف اللي يبدأ بالمعادلة اللي موجودة عندك بالسؤال يعني إذا مثلا جاي تساوي sin X على X أنا لازم أقول solve A فشوما يتغير الحرف آين أنا لازم أغير مزيلا هس ننتقل للسؤال اللي ورا أو النقطة اللي وراها جاي يقول solve the following system منطينا فالنظام يريدنا نحله هذا شون رح نقدر نحل إذا نلاحظ منطينا هنا ثلاث معادلات لأن ثلاث معادلات موجودة عندنا أو إن شاء الله لازم نسويها شنو لازم نشوف أكبر معادلة منعتها كم حد بيها فإذا هس هس نلاحظ هنا عدنا x, y, z هنا عدنا x, y يعني هس هنا ثلاث حدود عدنا هنا عدنا حدي هنا عدنا ثلاث حدود إذن هو أكبر عدد هو رح يكون عدنا ثلاث حدود نفرض x هو دائما يكون بجهة اليسار y هو بالوسط و z هو اللي يكون بالجهة الأخيرة أو خليل ما نفرض على هاي الطريقة قبل أن نتعامل ويا كل معامل منذني المتغيرات الموجات حدنا أول إن شاء الله لازم نسوي هشنوه لازم نضيف مصفوفتين المصفوفة الأولى تكون هي بالنسبة للمعادلات وحدة وحدة زيان بس المعامل ما المتغيرات شوان يعني يعني هسا أنا عندي ثلاث معادلات إذن أنا المصفوفة ماتي رح تكون من ثلاث صفوف كل معادلة أسويها صف بس العناصر ما لها المصفوفة شنو رح يكون رح يكون متكون من ثلاثة ليش لأن أكبر معادلة عندي متكونة من ثلاث حدود زيان العناصر ما لها هذا الصف الواحد رح يكون شنوه رح يكون عبارة عن المعامل ما لكل متغير بالإشارة مالتة طبعا نفس الإشارة مالتة بالنسبة للمصفوفة الثانية مصفوفة ثانية ما أكتب بها أكتب بها النواتج ما لكل معادلة بس أكتبها شنوه أكتبها أيضا بشكل صفوف يعني ما أكتبها بشكل معادلة واحد في واحد معادلة أحادي عفوا مصفوفة أحادي أحادي أكتب بها نظام الميس ما يصر أكتبها المصفوفة الثانية ما يصر أكتبها مصفوفة وحادية لازم أكتبها مصفوفة يكون بها عدد الصفوف مالتها يساوي عدد الصفوف مع عدد مع المعادلات الموجودة عندي فأنا عندي ثلاث معادلات ثلاث نواتج فالبي مالتي أو واتفر أنتب كيفك حنسميها ايو بي على الطريق اللي ماشي بها الدكتور مصفوفة مالتنا اي رح تكون هي تفقنا العناصر مع المعاملات عفوا المعاملات مع كل متغير من كل معادلة والبي رح يكون هو النواتج بس أكفت خدعة بالتطبيق مالتها هسا مبدئيا خلينا نعرف أول مرة اي نفتح قوس مال مصفوفة شو رح نغلي بالأي أول أول شي الأكس شقد المعاملات معاملات واحد هو موجب فرح يصير عندنا بس واحد بالنسبة للعنصر الثاني شنو رح يكون عندنا الواي المعاملات أيضا واحد وهمينا موجب فرح أقول له واحد هنا الزت شنو الزت المعاملات هو ثنين بس هذا الثنين سالب فرح أقول سالب ثنين وخلي فارزة منقوضة فارزة منقوضة شنو معناها معناها أنا هسه انتهيت من الصف الأول الصف الأول رح يكون واحد بواحد بسالب الثنين بنخلي فارزة منقوضة أنه أنت لازم تبديلي بصف ثاني فالصف الثاني شنو رح يكون عندنا بالمناسبة الناتج نعوفه الناتج اتفقنا بس بالمصفوف وبي نكتب ما نكتب بمصفوف اي فالصف الثاني ش رح يكون عندنا نجي نباوع على المعامل مال اكس مال اكس هو موجب الثنين فرح يصبح لعنا الثنين العنصر الثاني مالتها رح يكون المعامل مال واي المعامل مال واي موجب واحد وهنانا ما عدنا زت احنا اتفقنا انه يكون العدد ما العناصر مالتها بقد عدد المتغيرات اللي موجودة عدنا بالمعادلات اكبر معادلة بيهم يعني هسا اذا موجودة عدنا هنا معادلة متكونة من اربع متغيرات العناصر مع الصف الواحد لازم يكونون اربعة هنا احنا عدنا اكبر معادلة بيها ثلاث متغيرات فالعناصر مع الكل صف لازم يكونون ثلاثة فبهاي المعادلة احنا ما عدنا زت بما انه ما عدنا زت اعوض بمكان المعامل ما زت هنا صفر نجي نعبر على المعادلة الثالثة هنا المعامل ما الاكس هو واحد أو موجب واحد معامل ما الواي همينا موجب واحد والمعامل ما زت هو أسالب واحد هنا انتهت من عدل طلعت عدنا هذا الشكل ما المعادلة هسا نجي نعرف البي البي شنون رح نعرفه شنون رح نخلي بيه البي رح نخلي بيه النواتج مال هذان المعادات ثلاثة رح نخلي بيه ثلاثة وسبعة واربعة بس أنا شنون رح نخليهم أنا ما يصير أخليهم بس ثواني خل أوضح لكم هاي إن شاء الله ذول الثلاثة والسبعة والاربعة ما يصير يطلعون عندي بهذا الشكل لا أنا أريدهم يطلعون هي شي عندي ثلاثة جوا سبعة جوا أربعة أريدها تصير عندي البي مصفوفة من عامود واحد متكونة من ثلاث صفوف ما أريدها تكون متكونة من صف واحد وثلاث عواميد لازم تكون مشابهة للمصفوفة A هسا المصفوفة A يعني شون نسويها موجود بيها ثلاث صفوف فإذا هاي هم لازم تكون ثلاث صفوف بالبرنامج أنا شون أعرف المصفوفة بالصفوف مالته أضيف فارزة منقوطة إذا هنا أنا بين عنصر وعنصر أنا رح أخلي فارزة منقوطة حتى البرنامج يفتهمها أنه أنا أريدها تكون على شكل صفوف هاي المصفوفة يعني تكون عامود واحد وكل عنصر هو صف من هذا العامود فراح أقول له ثلاثة نقطين شارحة الناتج ما المعادلة الأولى طبعا إذا أحد دخل جديد المصفوفة بي هي تكون بيها النواتج ما المعادلات الموجودة فثلاثة فارزة منقوطة سبعة فارزة منقوطة أربعة إذا نلاحظ هسا المصفوفة صارت عندنا بهذا الشكل بعدها شون اللي أسوي بعدها هنا أنا عندي طريقتين للحال الطريقة الأولى أقول له X تساوي أي علا بي هنا بس حتى تكون شبيرة عدكم العلامة يعني من أقول له أي علا بي مو هينش أكتبها لا لازم هينش أكتبها ما يصر أكتبها بهاي الطريقة لازم أكتبها بهاي الطريقة بهذا الرمز لازم أكتبها هذا الرمز شوان طلعه بغلب الكيبوردات هذا الرمز موجود جول دومة اللي تمسح الحروف جول باكي سبيس موجود وأقدر همينا بطريقة ثانية أقدر أحلها مو شرط أقول له X تساوي أي علا بي عفوا أقدر أقول له X تساوي inverse لأي في بي تكسبوا هاي الطريقة هذا النثيات صحيحات إذا أقولها هي شي X تساوي أي علا بي أو أقولها هي شي X تساوي inverse لأي في بي هذا النثيات صحيحات أنت بأي يعني أي واحد من عندهم تذكره بالامتحان أو أنت تريد تطبق عليه ثانية صحيحات مغلطة ثانية راح ينطوك نفس النتيجة بالضبط فخلنا نجرب الأول اللي هو هذا X على بي طلع عليها الثنين ثلاثة بواحد بالنسبة لهذا السيستم إذا أقول له X تساوي inverse لأي في بي همي نطلع عليها الثنين ثلاثة بواحد فأنت بأي طريقة تعجبك هاي دائما ثابتة بالسيستم بس كعادة سريعة من يجيك سؤال بي بي سيستم تسوي مصفوف تين الأولى تخلي بيها المعامل مع كل متغير بالمصفوفة بس قبلها لازم أنت تعرف أكبر مصفوفة عفوا ليست مصفوفة معادلات ما أخذ بالي عن المصفوفة لازم أنت تعرف المعادلة تشبيرة كم معامل buds عفوا كم متغير بيها فمثلا عندك أكبر أكبر معادلة بيها أربعة متغيرات على سبيل المثال المصفوفةyen gone لازم تكون العناصر مع الكلصف بيها لازم يكون أربعة نفس ما سوينها سهناه بالمعادلة الثانية المعادلة الثانية ما عدنا بها بس متغيرات اثنين فالمتغيرات الباقية تعوض ببدالها بالصفر بالنسبة للمعامل مالته دائما العناصر المصفوفة ماتتك تكون المعامل المال المتغير موجود عندك هو والإشارة ماتتك إشارة ماتتك سالبة تخليه سالب إشارة ماتتك موجبة تخليها موجبة بالنسبة للمصفوفة بي تكون النواتج مال كل المعادلات تكتبها بشكل مصفوفة متكونة من صفوف نفس عدد المعادلات ومتكونة من عامود واحد ما يصر تسويها من عامودين أو ثلاث عوامل هسا إذا أجل أطبق بالبرنامج راح أنطي بي جديدة البي مثلا ما راح أخلي فارزة منقوطة بين عنصر وعنصر البي راح أسويها يعني صف واحد متكون من ثلاث عوامل فرح أقول لها ثلاثة فارزة سبعة فارزة أربعة شوف شون صارت عندي البي من راح أجي هسا أطبق راح أقول لها X تساوي A على B راح ينطيني أرر البرنامج جادة يقول لي أنه لازم المصفوفين لابعاد مالتهم لازم تكون من الشابه طاني أرر حتى الأمر الثاني قلنا علي الانفرس A في B أهمي أنه ينطيني نفس الأرر فلازم تكون عندك المصفوفة B تكون عدد الصفوف مالتها هو نفس عدد المعادلات الموجودة عندك ثلاثة معادلات عندك لازم مصفوفة B تكون ثلاث صفوف نفس الشيء بالنسبة للاي طبعا أربع معادلات لازم هنا تكون أربعة فهذا كل اللي موجود عندنا بالنسبة للنقطة الثانية النقطة الثالثة جادة أقول أنا ليش راحت بالبداية ذني مع الراوند والفيكس والسيل لأن هنا أنا موجودة بهذا السؤال موجودة نبدأ يقولك تستخدم راوند أو فيكس أو سيل أو فلور على هاي الأرقام هاي الأرقام العشرية لازم تطلع لك هاي النتيجة اتفقنا نحن أنا هسب يعني ما راح أحلهم كل يتن لأن ذا حلهم كل يتن راح تأخذ وقت هواي بالماطلة بارد عبر كل شئر دعبر على السؤال الرابع بس يعني كمراجعة سريعة على كل أمر من هاي الأوامر بالنسبة لأمر راوند أمر راوند هو يتعامل ويطاع بناسبة حتى نختصرها أذنني الأربع عوامر راوند وفيكس و سيل و فلور أربعة يتعامل بس ويا الأرقام العشرية بس الفكرة منعزهم شنوا الراوند شي يسوي الراوند يتعامل ويا الأرقام الموجبة والسالبة وراح يقربها إلى أقرب عدد صحيح إله إحنا نعرف بالرياضيات واحد بوينت ثلاثة أقرب عدد صحيح إله هو الواحد إذن هسا من راح أجي أطبق راوند على واحد بوينت ثلاثة راح يطلع لي واحد بس حتى ستكون عندكم فكرة شون راح أطبق أقول لراوند أو فيكس أو فلور بين قوسيا العدد اللي أنا موجود عندي راح أقول لراوند واحد بوينت ثلاثة أطلع يا واحد من أقول لراوند مثلا واحد بوينت تسعة راح يطلع يا ثنين فإذا الراوند شي يسوي الراوند هو يقرب لي الرقم العشرية الموجود عندي سواء سالب أو موجب إلى أقرب عدد عدد نفس ما نعرف بالرياضيات الفكس شي يسوي الفكس هو يحذف لي البوينت حتى ما تدخل التفاصيل وجوز تنسها شوفا إن الفكس راح يعذف لك البوينت يعني اذا مثلا هذا 1.3 إذا أطبق على الفكس راح يطلع يا واحد طاير للبوينت ثلاثة راح يبقي لي بس الواحد 1.5 كذلك 1.9 هميا راح يطاير لي البوينت مالت راح يبقي لي بس العدد الصحيح اللي عندي وهس هم نتأكد منعدها كشي سريع فكس 1.3 طانية واحد فكس 1.9 هم انطلع يا واحد فإذا الفيكس بس يحذف لك الـ Point. الـ Sale شنو الفائدة من عنده؟ الـ Sale رح يساعد لك الرقم إلى أقرب انتجار عليه. بس هذا يتعامل ويه الأرقام العشرية الموجبة بس الموجبة. من أقول له مثلا 1.3 رح ينطين ياه 2. من رح أقول له 1.5 هم رح ينطين ياه 2. 1.9 هم ينطين ياه 2. إذا هو الجاد يسوي هو جاد يساعد لي الرقم إلى أقرب عدد صحيح إليه. بس هذا يتعامل ويه الأرقام الموجبة. الـ Floor هو نفس الـ Sale بس يتعامل فقط ويه الأرقام السالبة. ما قدر أطبق عليها رقم موجب. رقم 20 موجب. الـ Sale أطبق عليها أرقام موجبة. الـ Floor أطبق عليها الأرقام السالبة. هم ينطين ياه رح يساعد ليه إلى أقرب عدد إليه. أنا من أقول أقرب عدد إليه. لا مو بالنسبة للصفر. بالنسبة للرقم بدون إشارة. من أقول له مثلا Floor على سبيل المثال 3.1. يعني سالب 3.1. ما رح يطلع ليه ثلاثة. لا رح يطلع ليه أربعة. بغض النظر عن الإشارة مالتك. رح يساعد ليه إلى أقرب عدد صحيح بالنسبة إليه. أتمنى يعني صارت واضحة الفكرة مال هاي لوامر. مال راوند و فكس و سيال و فلور. بس بالنسبة للجو الجديدين. يعني هذا الميتنج جا دا أسجله. يعني هم رح أدز إذا أكون شي فاتكم. السؤال الرابع وهذا السؤال كلش مهم. ممكن هم منه يجي يعني مو بهاي الصيغة. بغير أرقام ممكن غير شي جا دا يطلب. فيعني أتمنى كلش يتركزون وياي واني جا دا أحل هذا السؤال. نجا يقول لنا نكتب برنامج يحسب لنا الكترون ماغنيتك فورس. بين الكترونين موجودين بساحبة. والمسافة مالتهم منطينا ياها الار تساوي 2 في 10 السالب 13 متر. مسافة يعني بين الكترونات هاي. وشحنة الكترون اللي هي الكيو منطينا ياها هي 1.6 في 10 السالب 19. ومنطينا هنا أشياء بالأخير نستفاد من عدها. القانون ما الكترون ماغنيتك فورس. كي تساوي كيو 1 في كيو 2 على آر تربيع. هاي ضعا نستفاد من عدها شنو نستفاد من عدها. إنه الإلكترونات ثياثا نفس الشحنة. ومنطينا القيمة مالكية. اتفقنا بداية هذا الميتنج. دائما بأي مسألة. من تجي تريد تطبقها بالماتلاب تحلها بالماتلاب. أول شغلة تبدي بيها تعرف البرنامج على الأشياء المعلومة اللي موجودة عندك. فهسا احنا شنو أول شي عدنا معلوم بالسؤال. أول شي معلوم عدنا هو المسافة. فهسا أنا راح أعرف للمسافة. أقول لها R تساوي. المسافة شنو موجودة عدنا. 2 في 10 السالب 13. أوكي. 2 في 10. اتفقنا هاي العلامة مالأس. بس السالب 13 لازم تنكتب بين قوسيا. إذا عندك موجب موجودة تكتبها بين قوسيا. إذا عندك سالب لازم تكتبها بين قوسيا. إذا ما تكتبها بين قوسيا برنامج ما سيتعرف عليها. فطلع لي قيمة مع R. بس البرنامج يعرف أنه R هالقد القيمة مالته. ثاني شي معلوم عدنا هو شحنة الأكترون اللي هي الـ Q. الـ Q. ليش نستخدم الـ Q. لأن هنا عندنا بالقانون منطينا الـ Q. فإحنا هنا مجبورين نستخدم الـ Q. لأن مثل ما نعرف الماتلاب هو Case Sensitive. إذا أعرف الـ Q. ما رح يأخذ البرنامج. ما رح يأخذ الـ Q1 والـ Q2. بس لأقول لها Q small رح يأخذها. لأن يعني تفرغ. الـ Capital والـ Small تفرغ بالبرنامج. رح أقول لها Q small تساوي. مجبورين نستخدم الـ Q. 1.6 في 10 سالب 19. 1.6 في 10 سالب 19. اتفقنا السالب لازم ينكتب بأن قوسيا. أقول لها Enter. لا أعفو. لأن كاتبها غلط. مجبورين. فهذا القيمة ما لـ Q. حسنا البرنامج على أفو. مجبورين. بعد شنو عندنا معلوم. عندنا الـ K. الـ K تساوي 9 في 10 أسموجة بتسعة. فأنا أعرفها ببرنامج. K Capital نفس ما هي مكتوبة عندنا بالقانون. 9 في 10 أسموجة بتسعة. فهذا صارت عندنا القيمة ما لـ K همينا. مجبورين. حسنا بعدها شنو نساوي. بما أنه إحنا عندنا الكترونات. ذني إلى الكترونات الاثنين. هنا الكترونات من نفس العنصر. فأكيد الشحنة ما لكل الكترون هي مستاوية. يعني أكيد 100% لـ Q1 تساوي Q2. فهذا أنا شون رح أعرف للـ Q1 والـ Q2. أعرف فيها بكل بساطة أني عندي شحنة ما للكترون. عرفناها بالـ Q small. فرح أقول لـ Q1 تساوي Q small. فأخلي فارزة همينا. أو بدون فارزة أقدر همينا أسويها. بس أخلي فارزة حتى أقتصر بعدد الأسطر اللي يستطلع بالماتلاب. وأقول لـ Q2 تساوي Q small. نحن نعرف فيها ليش شحنة ما للكترون. فأنا ليش شوت Q1 و Q2 بالكابتال. لأن القانون هنا منطينا هو Q1 و Q2. ثانات Q1 و Q2. فحتى من أطبق هذا القانون. البرنامج رح يعرف شي هي الـ Q1 و Q2. اللي هي يعني شحنة ما للكترون. اللي احنا هنا عرفناها بالـ Q small. فهس هاي صارت عندنا القيمة. إذا نلاحظ القيمة مع الـ Q1 و Q2 هي نفس القيمة مع الـ Q small. اللي هي شحنة للكترون. فهس هنانا انتهينا عرفنا كل شيء مجهول بالنسبة للبرنامج. هسا رح نطبق هذا القانون بشكل مباشر. شو رح نطبقه؟ أقدر أني أنطي أي تعريف ما معرفه من هذا الني. أسميه X مثلا سميه Z. بس بما أنه هنا بالسؤال هو منطينا الكتروماغنيتك فورس. فأنا رح أسميه الكتروماغنيتك فورس. بس أقوم فتخدعه بالموضوع. ما قدر يعني أسمي الكتروماغنيتك فورس. يعني أخلي مسافة بين آتوم. لأن احنا عدنا كلمة فورس بالمطلب. هي لها يعني غير فونكشن. ما نتطرق لهذا الموضوع حتى ما نصير هوسة. بس لها غير فونكشن. فأنا ما أقدر أقول له الكتروماغنيتك مسافة فورس. هسا من رح أكتبها رح أشوفوها هم يعني. شوف من جادة أقول له فورس طلع ليها باللون الأزرق. فهي شي ما رح تشتغل. بهاي الحالة الشوان إما أطبقهم سوية. إما أخلي مثلا أندرسكور بين آتوم. علامة أندرسكور. خلي هاشتاغ. علامة آت. أي شيء ممكن ما يطلع ليها بكلمة فورس. ما يطلع ليها باللون الأزرق أو باللون الأحمر. فأنا سأخلي أندرسكور بين آتوم. أقول له تساوي. هسا أبدأ أكتب القانون. القانون ما أدنا ما يقول. يقول كي في كيو وون في كيو تو. بما أنه إحنا عدنا الكي والكيو وون والكيو تو ثلاثة سن. بالبسط فأفتح لهم قوس لازم. تمام. لازم أفتح لهم قوس. بين الأقواس. رح أكتب. رح أقول له كي في. الكيو وون والكيو تو. هنا مو موجودة سوية أستاذا نلاحظ. الكيو موجود يعني خارج الكسر. بس إحنا كرياضيات من نحلة إحنا رح نحلة ولي كيو وون والكيو تو. لأن الكي المقام ما توا واحد. بس لأنه موجود خارج الكسر. لازم أفتح همينا قوس. للي كيو وون والكيو تو. فهمينا أفتح قوس. وأسده. أكتب بين هذا القوس. كيو وون. في. كيو تو. هسا أنا هنا بالضبط. انتهيت من الجزء الأول. على. منطيني. شنوه منطيني آر تربيع. الآر احنا معرف فيها. الآر تربيع شو نكتبه؟ أقدر أقول لي آر تربيع بطريقة اللي اتعلمناها ببداية الميتنج. أقدر أقول لي آر في آر. للي احنا نعرف. أي رقم تربيع مرفوع القوة اثنيا. هو مضروف في نفسه. فأقدر أقول لي آر في آر. أقدر أقول له آر تربيع. بهذا الشكل. نجرب نقول له آر تربيع. طلع لي هسا النتيجة. هال النتيجة مع السؤال. هسا هنجربنا آر تربيع. خلني نجرب R في R طلع عليها ها نسي الشغلة هنان إذا أريد أكتبها R تربيع هو هاي صحيحة إذا هنان عني أريد أكتبها R تربيع لازم شي سوي لازم هذان يخليهم بينقوسيا حتى تطلعي نفس هاي النتيجة صح ذكرت العفو لأن موجودة R بالمقام فلازم أخليها بينقوسيا لأن البرنامج ينطي أولوية للضرب بعدين القسمة بعدين الجمع بعدين الطرح فآسف هنان لازم هاي تكون بينقوسيا حتى تطلعي نفس هاي النتيجة هاي النتيجة الصحيحة هاي النتيجة غلط هاي النتيجة هذا كل شيء موجود بالنسبة هذا الميتنج بالنسبة لهاي التجربة إذا أحد عنده